خلينا نروح نصبح على دينا شرف ونتعرف منها على أخبار المرور والتقسي في القاهرة والمحافظات وكمان نعرف منها إجابة سؤالنا النهاردة صباح الفل عليك يا دينا يا عشرة العمر والمواقف الاثنين أيوا صح صباح خير يا مينا صباح خير يا شازلي صباح خير عليك يا دينا وصباح خير والسعادة على كل مصير في كل مكان فعلا ومنا بيربطنا مش عشرة وبس لا مواقف كمان على مدار سنين طويلة جدا نشتغلنا فيها مع بعض وصداقة يعني أنا عتز بيها جدا يعني أنا دروس الحياة علمتني أن الصداقة مش بالعشرة خالص بس لازم يمر فترة برضو على المواقف أكيد بس فيه أوقات أنت بتبقى في موقف صعب جدا لما حد بيقف جنبك أنت بتفضل طول العمر شهيلها له لأن كنت بتبقى منتظر من صديق العشرة يكون جنبك وما بيكونش جنبك وقتها جميل بس أنا يعني وجهة نظري في الموضوع ده أنا ما قيمش إنسان من موقف موقفين يعني حتى لو كنت في أشد الاحتياجي وهو فعلا وقف جنبي في الموقف ده ده مش معناه أنه هو فعلا صديق لأنه الأيام كاشفة يعني فهمني المواقف كاشفة ما زي المواقف اللي أنا بنتكلم عنها أنا هي دي صديق موقف برضو المواقف بتكون كاشفة جدا لصداقة العشرة اللي فجأة ممكن في موقف صعب جدا ما بيقوش جنبك فأنت بتتأكد أن ده مش صديق حقيقي أو وافي بالنسبة لك لأن الصداقة حاجات كتير قوي أنا يعني أعتقد أن أنا صديقة جدعة فبكون دائما منتظرة من أصدقائي أنهما يكونوا على نفس القدر من الجدعانة والسند والظهر والحاجات أو ممكن كمان أنا ببدي أصدقائي عني في بعض المواقف في حاجات كتير قوي لقيت نفسي بدي طاقة كبيرة وفي الآخر ما باخدش حاجة فبدأت أن أنا بتعامل مع الناس كده اللي هو لأ يعني خليني على قد المواقف اللي إحنا عايشينها مع بعض أن هتحتاجني هكون موجودة لكن العشرة يعني في بعض الأحيان ممكن لما يكونش عندي رزق زي ما هم بيقولوا رزقهم في الصداقة لكن أنا كانش رزق في أصدقاء عمر من مدرسة أو الحاجات دي لا على مدار مراحل حياتي بتغيره كل فترة بس أنا شايفة أن الصداقة هي صداقة الموقف لأن وقت لما بتكون في موقف صعب مش هقول بس الفرح على فكرة الفرح الناس كتير بتتلم لكن في وقت صعب أنت حاسس فيه أنك محتاج لسند وظهر يكون جمج ومش بتلاقي الصديقة اللي أنت متوقع أنه يكون موجود بتلغي من حياتك تماما بعد كده حتى لو أنت مش هتقطع معا لكن العلاقة أكيد بتكون سطحيا